السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بألف خير قصة جديدة من القصص التي أحببت أن أشاركها معكم الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك افعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولو لم يتم تقديره وقتها لأنه في يوم من الأيام وحتى ولو لم يكن في هذا العالم ولكن بالتأكيد في العالم الآخر سوف يتم مجازاتك عن أفعالك الجيدة التي قمت بها في هذا العالم يحكى أنه كان هناك امرأة تصنع الخبز لأسرتها كل يوم وكانت يوميا تصنع رغيف خبز إضافيا لأي عابر سبيل جائع وتدع الرغيف الإضافي على شرفة نافذة لأي فقير يمر ليأخذه وفي كل يوم يمر رجل فقير أحذب ويأخذ الرغيف وبدل من إظهار امتنانه لأهل البيت كان يدمدم بالقول الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك كل يوم يفعل نفس الشيء كان الأحذب يمر فيه ويأخذ الرغيف الخبز ويدمدم بنفس الكلمات الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك بدأت المرأة بالشعور بالضيق لعظم إظهار الرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي تصنعه وأخذت تحدث نفسها قائلة كل يوم يمر هذا الأحذب ويردد جملته الغامضة وينصرف ترى ماذا يقصد في يوم ما أضمرت في نفسها أمرا وقررت سوف أتخلص من هذا الأحذب فقامت بإضافة بعض السم إلى رغيف الخبز الذي صنعته له وكانت على وشك وضعه على النافدة لكن لكنها تراجعت وبدأت يداها في الارتجاف ما هذا الذي أفعله قالت لنفسها فورا وهي تلقي بالرغيف ليحترق في النار ثم قامت بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على النافدة وكما هي العادة جاء الأحذب وأخذ الرغيف وهو يدمدم الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك وانصرف إلى سبيله وهو غير مدرك للصراع الذي في عقل المرأة وكل يوم كانت المرأة تصنع فيه الخبز كانت تقوم بالدعاء لولدها الذي غاب بعيدا وطويلا بحثا عن مستقبله ولسنوات عديدة لم تصلها أي أنباء عنه وكانت دائمة الدعاء بعودته إليها سالما في ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء وحينما فتحته وجدت لدهشتها ابنها واقفا بالباب كان شاحبا متعبا وملابسه شبه ممزقة وكان جائعا ومرهقا وبمجرد رؤيته لأمه قال إنها لا معجزة وجود هنا على مسافة أميال من هنا كنت مجهدا ومتعبا وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق وكدت أن أموت لو لمرور رجل أحذب بي رجوته أن يعطيني أي طعام معه وكان الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل لآكله وأثناء إعطائه لي قال أن هذا هو طعامه كل يوم واليوم سيعطيه لي لأني بحاجة إليه أكثر منه بمجرد أن سمعت الأم هذا الكلام شحبت وظهر الرعب على وجهها واتكأت على الباب وتذكرت الرغيف المسموم الذي صنعته اليوم صباحا ولو لم تقم بالتخلص منه في النار لكان ولدها هو الذي أكله ولكان قد فقد حياته لحظتها أذركت معنى كلام الأحدى الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليه